اهلا بكم انا مستر محمود فايد النهاردة ان شاء الله هنبدأ شرح منها صف التالت الابتدائي يلا بينا نبدأ سريعا خلاص هنتعرف على المنهاج بتاعي طيب هنعدي جزء المراجعة سريعة وهنبدأ في المنهاج بتاعي المنهاج عندي theme 1 اللي هو الموضوع الاول في 3 units اول واحدة بعنوان i feel happy number 2 يعني انا مبسوط number 2 what's the matter what's the matter يعني ايه الموضوع ما الامر number 3 on the weekend يعني في نهاية الاسبوع وreview اللي هي المراجعة تمام كده عندي هنا theme 2 الموضوع التاني بيكلمني عن the world around me يعني ايه العالم حوالي فيه ثلاث وحدات بندرسهم في النقطة دي unit 4 بعنوان i love my home i love my home unit 5 بعنوان add the zoo يعني فيه حديقة الايه الحيوان و unit 6 بعنوان let's go to the circus يلا بينا نروح الايه السيرك وعندي review ايه review tool نبدأ مع بعض الاول افتح كتابك معي كده كتاب المعاصر who am i who am i يعني انا انا مين طيب الوحدة دي معي اول درس اول صفحة فيه unit خلاص بتبقى بتعرفني ايه المطلوب مني في الايه في الوحدة فاركز معي انا ايه المطلوب مني ايه المطلوب مني اعرفه في الوحدة دي يعني ايه اهم حاجة فيها تمام الobjectives اللي هي اهداف الوحدة يعني ايه اهداف الوحدة يعني انا بعد الوحدة دي ما تخلص انا مطلوب مني اكون عارف ايه by the end of the يعني مع نهاية الوحدة خلاص الكيد اللي هو حضرتك يعني طفلنا هيكون قادر انه هو يعمل ايه في لسن وان مطلوب recognize and express feelings انك تعبر عن الايه عن المشاعر بتاعتك خلاص كده تمام تاني حاجة to write a description of a person انك تكتب وصف لشخص تكتب وصف لايه لشخص تمام بالنسبة للvocabulary ايه المطلوب مني في الكلمات في النقطة دي ايه المطلوب مني في الكلمات في النقطة دي اوكي ايه المطلوب مني يا دي اهم الكلمات المطلوبة مني listen one اول حاجة كلمة happy سعيد عندي sad حزين excited يعني متحمس very happy عندي tired متعب عندي angry غطبان عندي hungry hungry يعني جعان خلاص كده وعندي thirsty انا عطشان language اللغة يعني الجرامر نقطة الجرامر هنا مطلوب مني ايه اعرف how do you feel يعني كيف تشعر ده السؤال how do you feel هتقول i feel والشعور بتاعت يعني اقول i feel happy انا بشعر ايه بالسعادة i feel sad انا ايه بالحزن بالزبط كده i feel tired انا متعب خلاص كده سمع ممكن هتقول مثلا how does he feel he feels unhappy لو بسعل عنه هو how does he feel he feels unhappy تمام كده طيب he is excited يعني او she is excited يعني هي متحمسة في listen two يا شباب مطلوب مني اعرف هنتعلم عن unhealthy food habits يعني العادات الغذائية الصحية والغير صحية طب ايه الكلمات المهمة في listen two عندي drink water عندي exercise عندي sleep listen three ايه المطلوب مني اعرفه في listen three the ee وال ea طبعا اللي هو sounds to recognize the letter combination يعني دمج ايه حرفين اللي هما the ee وال ea وطبعا احنا عارفين ان the ee وال ea هيعمله صوت اسمه ايه اسمه long a long e long e long e e long e e وال long vowels هما the vowels كان واحد حدي يفكرني ايه هما a e i o u دول اسمهم ايه دول اسمهم vowels ال vowels عنده صوتين واحد short واحد ايه long واحد short واحد long واحد short واحد ايه واحد long long vowel بينطق زي ايه زي ال name بتاعه long vowel بينطق زي name بتاعه خلاص يعني long ايه هينطق a long ايه هينطق e long i هينطق i long o هينطق o long u هينطق u او u ال a ده short ايه u يبقى long u هينطق u او u تاني u او u تمام فهنا في نقطة الفونيكس الصوتيات في الوحدة دي اللي هو lesson 3 بيكلمني عن ال double e ال اتنين ايه وال ايه مع الايه حيدوني صوت اسمه long e long e ايه خلاص كده طيب الكلمات المطلوبة مني في lesson 3 هتبقى feel معناها يشعر be sleep ينام طبعا دي كلها e ايه هتديك long e هنا e a هتديك long e leave clean خلاص lesson 4 و 5 هعرف الميجر منس اللي هو المليميتر و سنتيميتر ادوات القياس يلا بينا نبدأ مع بعض lesson e lesson 1 lesson 1 بيقول لي دي الوكابلاري بتاعتي بعنوان I feel happy I feel ايه I feel happy طيب لما اجي احلل الجملة دي الاي دي انا بسميها ايه في الانجليش بسميها حاجة اسمها subject ايه subject pronoun ضمير فاعل طب هو ضمير الفاعل جيه فين في الجملة دي مكانه فين في اول في الاول الجملة يبقى subject pronoun مكانه في اول الجملة الخبرية اللي هي statement اللي هي الجملة الخبرية كده واضح طيب ايه هما subject pronouns با اكتب معايا كده كالرصة بتاعتك subject pronouns I وهي وشي وإت وي وذي ويو I يعني انا هي يعني هو she يعني هي اوكي ات يعني هو او هي لغير العاقل هو او هي لغير مشي ات معناها هو او هي لغير العاقل هنسيب مسافة بين الكلام بس واحنا بنكتب ضروري نسيب مسافة بين الايه بين الكلمات الوي يعني نحن الذي يعني هما خلاص هما يعني ايه جمع عاقل او غير عاقل ممكن اشيله وحطه مكانه they you معناها انت او انت او انتم تمام كده تمام سريع جدا هقول والله I feel تمام انا بشعر بشعر بايه يلا repeat after me يقول ورايا كده excited excited عندي happy happy هنا جائع يعني hungry hungry خلي بالك ان happy و hungry اخرهم ايه why احيانا الفاينال why دي بتنطق ايه الصود ده ايه يعني ايه الصود ده اللي في اخر كلمة happy و ايه و hungry الصود ده ايه اه متاس طب الصود ده اسمه ايه ايه الصود ده اسمه ايه long ايه long ايه في التحديد يعني من الفاولز ها long ايه صح؟ مش هنقول hungry happy هنا long ايه long ايه خلاص كده شباب ايه ايه كمان والله ايه thirsty thirsty ايه thirsty i feel angry angry عن غضب i feel tired tired يعني متعة و ايه 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 sad sad او sad او unhappy sad بتساوي unhappy طب خلي بالك من نقطة مهمة هي unhappy عبارة عن كلمة ايه عبارة عن كلمة happy زائد الا الان برافو علي طب هي الان دي بسميها ايه في الانجلش مقطع syllable المقطع ده مجموية حروف خلاص لازم يكون فيها vowel مجموية حروف لازم يكون فيها vowel اتفقنا طيب المقطع ده مقطع عن ده جي قبل الكلمة ولا بعد الكلمة ممتاز طب المقطع اللي بيجي قبل الكلمة بنسميه حاجة في الانجلش بنسميه ايه اكتب الكلمة دي بنسميه prefix 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 ده يعني مقطع يعني مقطع هيجي قبل الايه قبل الكلمة علشان يغير معناها ممتاز لما بيجي المقطع في اخر الكلمة يغير معناها يبقى ايه يبقى اسمه suffix يعني ايه مثلا يعني مثلا يعني مفيد المقطع ده بسميه انا ايه suffix يبقى suffix ده مقطع اللي هو مجموعة حروف في نهاية الكلمة والprefix دي مجموعة حروف في بداية الكلمة تغير معناها واضح النقطة دي تمام انا اقرأ مع بعض الكلمات هنا عندي عندي يعني طيب عندي 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 طبعا فيها فيها الايه مع الايه والايه مع الايه هتديني لونج ايه لونج ايه وعندي كلمة كتشن كتشن فهنا مع سي مع الاي هتديني واضح طيب هنا عندي كلب هلب ده وممكن كمان ده يبقى فعل خلاص او او ايه او نون لو انا جيت قلت والله انا عندي اللي ايه حجرة المعيشة بتيجي نقرأ مع بعض الايه listening and reading المحادسة بتاعتي معايا المحادسة بتقول لي ايه it's hot i feel thirsty دنيا حر انا حاسة بايه بحر طيب هي بدأت من هنا number one i feel happy today ماشي يبقى الولد ده بيقول i feel happy today how do you feel يا هنة فبنتي حاسة بايه يا هنة فجات هنة قالت ايه i feel excited excited انا متحمسة very happy خلاص لاني daddy is coming home daddy is coming home بص هنا is بعدها verb ing صح اكتب معايا كده am is are هيجي بعديهم verb ing ده بسميه زمن زمن اسمه present continuous اكتب present continuous يعني المضارع المستمر واضح اوكي خير هنا بنقول ايه daddy is coming home يعني come home يعني جاي البيت قريب خلاص كده وبعدين how do you feel يا يوسف انت حاسس بايه يوسف فجاي يوسف قال ايه قال i feel ايه hot it's hot i feel thirsty دنيا حرف انا حاسس بالايه انا عايز اشرب خلاص i feel thirsty انا اشعر بالايه بالعطش نروح ل فالبنوتة هنا قالت ايه هنا برضو هي نفس الكلام قالت والله me too and i feel hungry انا كمان وانا كمان حاسس بالايه بالجوع تمام فهنا let's go to the kitchen ماشي يلا بينا نروح الكتشن to have علشان نتناول something to eat شيء ما يعني علشان ايه نكله خلاص كده طيب في سؤال هنا بيقول how do how does يوسف feel يبقى ده سؤال مضارع بسيط ومعك مصدر المصدر اسمه بالانجليش infinitive يعني مصدر المصدر الفعل فاضي يعني read ولا reading ها read لان reading عليها ing يبقى لما بتستخدم do او does او did كفعل مساعد خلاص بتحط ايه بتحط معا infinitive يعني فعل فين فعل في المصدر فعل في المصدر يعني فعل بدون اضافات اتفقنا تمام طيب طيب how do you feel what does how does how does hana feel فين hana how do you feel يا hana hana قالت ايه i feel excited i feel ايه excited فلما جاوب هقول ايه hana هشله وحط شي عادي الverb feel هتبقى feels طب شعورها ايه excited يعني متحمسة كده اوكي واضح تمام طيب تعال شوف دي مع بعض هنا بتكلم مامي بتقول مامي how do you feel حسا بيه مامي ومامي قالت i feel unhappy انا حسا ان انا بصراحة مش ايه مش مبسوطة and tired وتعبانة كمان قالت لها ليه why because i have a lot of things to do عشان انا عندي حاجات اعملها i have a lot of things to do and i must clean انا لازم clean the kitchen يبخلي بالك هنا اكتب معلومة دي ان انا عندي must معناها لازم دي واحدة من المودلز ماشي المودلز اللي هي الافعال النقصة دي مودل وكل المودلز لازم يجي بعديهم infinitive verb فعل فين فعل في المصدر فعل في الايه في المصدر خلاص كده يعني ايه مصدر قلنا من شوية هو الفعل فاضي بدون ايه بدون اضافات تمام i can help you انا قلت انا اقدر اساعدك نفس الكلام يبقى must كمان هنزود عليها can واحدة من المودلز فعف على النقصة والفعل النقص بيجي بعدي infinitive verb خلاص كده فعل في المصدر يعني فعل فاضي and so can هاني وكمان هاني هيقدر يساعدنا we can clean the kitchen احنا هنقدر ايه ننظف الكتش فمامي بتقول are you sure انتو متأكدة فهنا قالت yes it's good to help you حاجة كويسة ان احنا نساعدك مامي قالت now I'm very happy thank you انا دلوقتي مبسوط خالص شكرا لك you are very kind children انتو ولاد طيبين جدا تمام طيب كلمة children دي كلمة دي singular ولا plural يعني مفرد ولا جمع كلمة دي plural صح طيب singular بتاعها ايه جميل singular بتاعها ايه يعني طفل طيب الجمع ده في الغالب انا بضيف للكلمة لو انا عايز اعمل جمع لو انا عايز اعمل plural بضيف للكلمة s e s i e s v e s طيب انا ما زودتش حاجة لكلمة child ايه child بقتي children فده نوع من الجمع اسمه ايه اسمه irregular plural irregular plural يعني ده جمع ايه جمع شايز اتفقنا اتفقنا طيب اروح بعد كده اقول i feel happy طيب انا نقرأ مع بعض honey and are at home يبقى كلمة home هتاخد حرف الجر at اكتب معايا يبقى انا هقول at ايه at home تمام في البيت in their living room في living room بتاعتهم هم فذير دي انا بسميها في الانجلش بسميها ايه لا لا possessive adjective possessive adjective يعني صفة ملكية صفة ايه ملكية طيب قال لي والله in they are هم talking to mommy they are talking يعني هم بيتكلموا مع مين مع mommy اكتب كده معايا in talk to معناها يتحدث لأيه لشخص يتحدث لأيه لشخص talk to طيب انا عندي هنا mommy feels unhappy mommy مش mommy مش يعني تشعر انها مش سعيدة و tired و متعبة طبعا هنا and honey can help her her هنا نوع هايه الكلمة دي ها can help her يقدروا يساعدوها فهنا ده نوع ايه هنا pronoun بس ده object pronoun ده دمير ايه مفعول pronoun مفعول هنا عيد على mama يعني هم هيقدروا يساعدوها هي مين mama طب من الفاعل هنا و honey طب الفاعل الموضل كان والفاعل المصدر اللي معاها help هقدروا يساعدو مين mom او mommy فشلنا mommy وحطنا مكانها here عشان هنا هي المفعول فده بسميه object pronoun بالزبط هم هنى وهاني هم subject و mom المفعول يلا they can help they can help the kitchen now they can clean آسف they can clean the kitchen هم يقدروا ايه ينظفوا ايه الكتشن now mommy is very happy mama مبسوط اوكي طيب هنحل ده بسرعة طيب نحل مع بعض كده يا شباب read and choose يعني بيقول اقرأ واختار الايه correct answer اللي جابة الصحيحة between brackets ما بين القصير خلاص كده يلا هنا number one هاني and هنا are in the هل هم في dining room حجرة الاكل ولا في الكتشن ولا في living room هم في tired او جميل ايبا هي متعبة كلام حلو خالص number three the children الولاد ما لهم their mommy هيعملوا ايه مع mom help ولا play ولا go help help يعني هيساعدوا طيب مين يحل ده ها what بس ركز بقى في السؤال what ما او ماذا can ايه اللي يقدر the children do to help mommy هيعملوا ايه هنا هتبدأ بالفاعل اللي هو they طب they هنا عيد على مين في السؤال عيد على the children ايوا يبقى انا عيد على the children يبقى they انا عندي كان هستخدمها طبعا كان بعدها مصدر طب ايه اللي هم هيعملوه they can clean هم حينظفوا they ايه the kitchen كلام حلو وخالص كلام جميل يلا بينا نروح هنا دي sing i feel thirsty 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 how do you feel i feel angry 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 how do you feel i feel hungry 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 how do you feel i feel happy 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 and we hope you do too اوكي جزء جزء يعني grammar المطلوب مني هنا ايه هو قال لي asking about feelings يعني ازاي انا اسأل عن المشاعر جميل هتقول how do you feel لو انا عايز اقولك انت حاسس بايه هقولك how do you feel هتقول لي والله i feel وتقول لي الاجكتف الصفة اللي انت حاسس بيا i feel i feel angry انا غطبان i feel happy انا مبسوط اوكي i feel excited ماشي انا متحمس ماشي i feel tired انا تعبير تعبير اوكي مرهق طيب how do you feel i feel angry اتفقنا طيب بص هنا فيه في الرايتنج سكيل حاجة اسمها ايه طبعا هو بيقول لي لاحظ ان انا how do you لما سألتك انت you انا جودت باي باي لو ما قلتلك how do you feel قلت ايه i feel خلاص كده دي الexclamation point exclamation point اللي هي علامة التعجب طب علامة التعجب دي we use an exclamation point عشان استخدمها في strong feelings في الشعور اللي هو القوي خلاص and based on how you express them تمام تمام بناء على طريق التعبيرك عنه يعني انت بتقول ايه what a nice flower what a nice flower يعني يا لها من ايه وردة جميلة فانت كده ايه في شعور قوي هنا فعشان كده ما بتحطش فلسطوب مش نقطة في نهاية الجملة دي بسميها exclamation mark اسمها exclamation mark تمام هنا i feel excited i feel angry ماشي هنا في ايه strong strong feelings اللي هي الشعور ايه feelings يعني شعور ايه شعور قوي خلاص كده يلا بينا هتحل ده تمام في الهومورك في الواجب وبعدين جزء الرايتنج بقى هتلي جزء الرايتنج كده وكتب معي بس معي طريقة الكتابة بقى خط جميل هنكتب انا هكتب مرة وانت هتنزل بيه عندي ساد بص كده بين السطرين اس اي دي عينك على سن قلم ايه عينك على سن قلم تمام كده عندي هابي ايج اي ها بي بي واي ها بي ماشي عينك على سن قلم الاول قبل ما تكتب وبعدين excited اي اكس سي بنسطرين اي تي اي دي تايب thirsty تي ايج اي ار اس تي واي اتفقنا هنروح لي هونجري يبقى هن ج ري عندي هنا وعندي هنا يشعر وعندي انجري انجري اوكي وعندي ايه انجري يلا اكمل كتابة ها اذا كنا تانى من درسانا النهاردة شوفكم على خير في الدرس اللي جاي السلام عليكم